نشر موقع ترسابت الأمريكي تقريرا يقول فيه أن فيسبوك يقوم حاليا بحضر الحكومة الأفغانية لكنه يسمح بنشر محدود لعدد قليل من المؤسسات الحكومية في أفغانستان خاصة وزارة الداخلية أفاد التقرير الذي كتبه مراسل الموقع في مجال تكنولوجيا سام بيدل بأن فيسبوك وجد نفسه بعد الانسحاب العسكري الأمريكي من أفغانستان وبعد صعود الطالبان يتمتع بقوة غير مسبوقة تقريبا في التاريخ شركة أمريكية تتحكم من جانب واحد في أكثر الوسائل شعبية ومن خلالها تتحدث حكومة أجنبية بأكملها إلى شعبها أضاف أنه بعد تولي الطالبان السلطة في أغسطس الماضي شدد فيسبوك في البداية سيطرته على الجماعة التي كان قد أدرجها بالفعل في القائمة السوداء لكن المواد الداخلية قد حددت استثناءات عدة لحظر طالبان ما يسمح لوزارات حكومية معينة بمشاركة المحتوى عبر منصات الشركة وأوضح أن فيسبوك حظر رسميا منذ سنوات حركة طالبان وعاددا لا يحصى من الشركات التابعة لها من استخدام منصاته بموجب سياسة الشركة للأفراد والمنظمات وهي قائمة السوداء داخلية نشر فيسبوك في سبتمبر أيلول الماضي لكن طالبان حكومة ذات سيادة وانخلط في أعمال حقيقية لإدارة بلد بأكمله يقطنه ملايين من السكان ترجمة نانسي قنقر